منذ الإعنان عن نشأة الخلافة المسمى تنظيم الدولة الإسلامية بزعامة أبو بكر البغدادي والتنظيم يبحث عن مجندين جدد يعيشون في الدول الأوروبية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية خارج سوريا والعراق تقرير أعدته مجلة نيويورك تايمز اعتمد على وثائق استخباراتية وشهادة السجين الألماني هاري سارفو كشف أن التنظيم المسمى الدولة الإسلامية أنشأ وحدة استخبارات سرية أطلق عليها اسم إيمني مهمتها تصدير الإرهاب إلى جميع أنحاء العالم بالنسبة لفرنسا أكد الإرهابي الألماني بأن التنظيم شدد على سهولة تنفيذ العمليات الإرهابية داخل الأراضي الفرنسية تأكيدات التنظيم كانت قبيل تنفيذ الهجمات التي شهدتها باريس والتي خلفت مقتلى 130 شخصا أما في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا فعمليات توظيف الجهاديين الجدد أسهل بكثير عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لصعوبة الدخول والخروج إلى أراضي البلدين التنظيم المسمى الدولة الإسلامية يعتمد أيضا على تقنية التمويه لينجح الجهاديون في تنفيذ عملياتهم الإرهابية عمليات إرهابية ينسقها أبو محمد العدناني الذي يقود وحدة إمنية وعن العمليات الإرهابية التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية خارج أوروبا نجد عملية سان بيرناردينو التي قتل فيها 14 شخصا وعملية أورلندو التي قتل فيها 49 شخصا تركيا من جهتها شهدت ثلاث عمليات إرهابية في عام 2016 فيما شهدت تونس هجومين في عام 2015 في مصر وتحديدا في سيناء تبنى التنظيم تحطم طائرة إرباس بالنسبة لسفير الاتحاد الأوروبي لدى تركيا سابقا مارك بريني فإنه يجب تعزيز التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مجال الاستخبارات يقول الأمر يتعلق بمحاربة الإرهاب ويدخل هنا التعاون في إطالة الإجراءات القضائية والشرطة والتبادل قوائم الإرهابيين وغيرها غالبية الشباب الذين يذهبون إلى سوريا هم أبناء الأحياء الفقيرة للتصدي للتهديد الإرهابي أكد القادة الأوروبيون بدء الاعتماد على استراتيجيات من شأنها الوقوف في وجه الإرهاب الذي قد يتطور من خلال بعض المساجد أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر